بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نرى إن شاء الله نحن نشرح زمن present continuous نضارع نستمر شفك الأول مثال I'm writing to ask you for some advice هنا الverb I'm writing the next he's sending his brother an email he's sending his brother an email the girl is crying because she has fallen over the cat is sleeping under the tree they are still learning English you are playing well the last one we are learning the present continuous now هتلاحظ العفعل كلها أول فعل عندنا I'm writing بعد ذلك is sending is crying is sleeping are learning are playing are learning هتلاحظ العفعل كلها منتهى I N G وقعب لها M أو is أو R هو ده تكوين الزمن بتاعنا اللي هنشوفه دلوقتي شوفوا المنظرة المستمر بتكاوى منه present continuous قدي عندنا M is R plus verb plus I N G يبقى عندك عشان نعرف إن ده زمن present continuous أو مضارع المستمر الشرط أساسي إنه نبقى في M و is و R و verb plus I N G ما ينفعش واحدة و آآ حاجة موجودة والتانية لأ مسلا I am a teacher ما ينفعش كده present continuous لا ده كده ب present simple لو أنا مسلا he likes reading يبقى كده present simple مش present continuous ماتوليشن reading في I N G لا ما ليش دعوه لازم M is R و verb plus I N G تمام طيب أشوفوا المنظرة المستمر present continuous عبر عنه عبر عن حكتين آآ أول حاجة آآ something is happening now حادثة حدثة مثلين مثلا I am reading a nice story now هو أنا عمارة قصة دلوقتي I am reading a nice story now the next آآ حادث تم ترتيب الفعل في المستقبل اللي هو بنسميه arrangements اللي هي ترتيبات he is visiting his uncle next friday آآ he is next آآ sorry he is visiting his uncle next friday next friday in the fourth future أوكي بستخدم مع is visiting اللي هي present continuous يعبر عن ترتيبات أوكي ضيب شو بقيت كلمة دلع present continuous حتلاع كلها بتقول إن حاجة بتحصل دلوقتي مس عندنا عول حاجة now now يعني الآن at the moment at present still listen look currently بس آآ هعلى على كلمة listen ولوك listen ولوك لازم يوجو في بداية الجملة ولازم يكون بعدهم على ما تعجب لانتشافها دي من استخدمها ليه عشان شدد الانتباع ازاي مسلا listen he is crying okey look he is running يبقى أنا كنا بستخدم listen ولوك عشان أشد انتباع اللي قدام إن أنا بتكلم أو حاجة بتحصل دلوقتي تمام اوكي شو بعد كده النفي النفي سهل جدا نحن من جيب not بعد آم وإزه or ممكن أن أختصره ممكن مختصرهاش i am not eating now he is not أو he isn't writing an email the cat is not sleeping under the tree أو the cat isn't ممكن أختصره i is in apostrophe t تمام طيب. يبقى عندك بنحط كمة نوت بعد ام واز وار. ولازم بعدهم لان للاسف في ناس بتقول طبعا ده عندنا النفي اللي هو آآ في ناس تقولك ان طالما ان اجيبت نوت اجيب بعد الفعل في المصدر. ده هلتقط خطأ جدا. ام نوت اي نجي واز طالما ان في ام واز وار يقال طول اي نجي بعد الفعل التكوين الزمي بتاعنا. شو باز ازاي نسأل سؤال. السؤال برضو آآ ممكن يبقى yes or no. طيب لو yes حبدأ بام is or وكلا يبقى بيس او no وممكن اجيب كلمة سفين بعدك هنشوف دلوقتي. عندك مسأل yes i am. او no i am not. او are you. طيب اللي بعده is she doing her homework? is she doing her homework? yes she is. او no she isn't. اوكي. بعده are they going to the park? are they going to the park? yes they are. او no they aren't. يبقى اللحظة ان احنا اجيبنا ام. اه ممكن اجيب ام او is او are قبل الفعل عشان كلا يكون سؤال يجبتوا بيس او no. طيب النوع التاني ملا سينا. اللي هو اسم ال wh question. زي مسأل why are you running? I am running because I am late. why are you? برضه قدمنا ام. او sorry are عليو. ايو او او مفروض بات او او. اوكي. where is he traveling? where is he traveling? he is traveling to Cairo. where is he traveling? but he is traveling to Cairo. what are they doing? what are they doing? they are feeding the cows. دلوقتي هنشوف البصيف وازاي نحول من اكتف الى بصيف في زمن ال present continuous. هنا طبعا بنجيب ام از ار وبعدها كلمة being وبعدها تصرفتات للفعل. ننتظر من تصرفتات للفعل ده اه في كل بصيف. the teacher is explaining the lesson. اوكي? but the lesson is being explained. هتلاحظ ان احنا جبنا is being. بعدها تصرفتات explained. the next one. is watering the trees. he is watering the trees. but the trees are being watered. جبنا are لي عشان trees جمع. اوكي? are being بعدها تصرفتات ليه watered. where is he taking this book? where is he where is he taking this book? طبعا بنلاحظ ان اوكي? طيب. هنا طبعا اللي هو المعتاد اللي بعد كل اه بعد كل اسم ده فيديو. يا ريت ان شاء الله تحلوه بازن الله كده. بتسفادوا منه. اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.